السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 4 تشرين الأول أكتوبر وبما أنه اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الميزان لغاية الساعة 11 و 22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بعدها بدو ينتقل لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 11 و 33 دقيقة من مساء يوم الأحد بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الزبانية يعني موعد بث الحلقة وهي الفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 42 دقيقة من فجر اليوم الخميس بتوقيت جرينج بعدها بدو ينتقل لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد القمر بما أنه موجود في برج الميزان لغاية ساعة الظهر إذن من الآن وحتى ساعة الظهر بظل فترة جيدة لتقوية الرابطة العاطفية أو تعزيز العلاقات العاطفية ما بين الأحبة أو تحسين العلاقات الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية بنكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغير يمكن تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال الفترة القادمة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عاد الترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بابداعنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 10 و40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج طبعا هذا الوقت فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج العقرب عشان هيك من ساعات الظهر وما بعد ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير يا منقطع العلاقات ما في حل وسط وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة لأشخاص اللي بعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن ان ينفجروا عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام في غلال ساعات ما بعد الظهر فيما يتعلق بشركات التأمين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار مهم او شراء منزل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين الزهرة وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة خمسة وثلاث دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية تأثيراتها الها سبع ايام ومستمرة سبع ايام قادمة مناسبة للاستقرار بالعلاقات العاطفية وبتضمن لنا برضو اخلاص محبوبنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لالها الا اذا كانت اضطرارية الكلة الحالب المثانة البولية الاوردة الجلد كعضول اللمس والبنكرياس الانسولين اسفل الظهر الزايد الدودية هاي الاعضاء الاكثر حساسية من الان وحتى ساعات الظهر واللي لازم ما نعمل عمليات جراحية كبرى لالها الا اذا كانت اضطرارية اما من ساعات الظهر وما بعد بتصير الاعضاء الاكثر حساسية عنها هي الاعضاء التناسلية المستقيم الشرج الاحليل الغداد التناسلية المبايد البرستاتا عظم العانة والجينات بالنسبة لعمليات التجميل طبعا هذا اليوم ايضا لا يصلح لعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة وخصوصا الاشياء اللي الها اثار جانبية اما عمليات جراحية يعني الاعضاء اللي ذكرناها باقي اعضاء الجسم طبعا الان خف تأثير الكسوف رغم انه موجود ولكن انه ما في داعا يعني في مجال لعمل عمليات جراحية لباقي اعضاء الجسم ولكن الاعضاء اللي ذكرناها ما ظنصح بالعمليات الجراحية اللي اذا كانت الطرارية وما في قابلية للتأجيل وزي ما حكينا عمليات التجميل نفس الشيء ما بنصح فيها خلال هذا اليوم لانه برضو هاي حساسيتها طاهرة يعني على الجسد واثارها ما رح تكون سهلي وفضل تأجيلها يومين قادمات يعني ابتداء من يوم الاحد او يوم السبت حتى من يعني تبدأ الفترة بالانحصار اكثر الجدول صار موجود بصندوق الوصف للي بدي يطلع على افضل اوقات للعمليات الجراحية التجميلية اما بالنسبة لازالة الشعر الزائد للاشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر او غزارته او بكون مزعج بالنسبة لهم ما مقول انه هاي الفترة لا تصلح لازالة الشعر الزائد لتبطيئه بالليزر تحديدا اما بالطرق التقليدية وعادي ما في اي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ولسه يوم الغد ممكن يصلح للقص العلاجي ولكن لحد الان ما زالت الفترة لا تصلح للقص العلاجي ممكن في ساعات المساء يعني بكون افضل اذا كان الواحد مضطر لهذا الامر ولكن اذا اجلتوه كمان يمين بكون افضل القمر بما انه رح ينتقل ويستقر في برج العقرب خلو المسار القادم بيكون يوم الاحد بيبدأ الساعة 10 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 33 دقيقة مساء بتوقيت جرينج اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد الآن عمره يومين الساعة 4 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم الثالث نسبة الإضاءة 4% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد الآن بنسبة 0% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% القمر في الميزان ورح ينتقل العقرب ورح يضل في العقرب ليوم 16 سعيد الآن بنسبة 0% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات المساء سعيد بنسبة 60% عطارد في الميزان حتى يوم 13 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وارنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلناها للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم إذا تعرضت لاستفزاز ما في داعي أنك ترد على الاستفزاز باستفزاز آخر اضبط عصابك لمصلحتك ممكن يعترض طريقك ضرف صعب أو تضطر لإخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات أما من ساعة الظهر وما بعد بتنهمكوا في عدد تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم مش إنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم مش إنك ما تتكاسل بسارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد من الآن وحتى ساعة الظهر وحاولوا أنكوا تباكروا لأعمالكم وما تسمحوا للواجبات بتراكم ولا تهملوا أوضعكم الصحية أو المهنية ونظم جدول أعمالك أما من ساعات الظهر وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقدوا الأمور أو تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوة القانونية لأنه خصمك قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحبائكم ممكن تفرح لا انفراج مسألة ضاغطة وهي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من المتاعب والوعكات الصحية من الآن وحتى ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم ابتتزامن الواجبات والتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم شيء أنك تنتبه لصحتك برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان جنبوا يدخل أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت من الآن وحتى ساعات الظهر وما تسمح لنفسك بالإنجراف وراء الإنفعالات ممكن تنشغل بحل مسألة شخصية وربما تقلق حول أحد الأحبة أما من ساعات الظهر وما بعد بتشتد رغبتكم فالتقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء واعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة تعتبر فترة إيجابية أو بداية فترة إيجابية دعملة إليك بقوة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن وحتى ساعات الظهر اللي بدي تقدم لإمتحان بدي يستعد بشكل جيد تتسارع وطيرة الحياة تكثر الاتصالات التحركات التنقلات وهي فترة مثمرة جدا أفضل من الأيام السابقة أهم إشي إنك تستغلها بشكل جيد أما من ساعات الظهر وما بعد بتفضل التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إشي إنك تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء احذروا في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وما ترضى التعامل مع المبهمات والمجهول واطلب الوضوح لا سيما التفاصيل ساوم وفاوض لا استرداد حقوقك انتبه حاجة لكل التعاطف والتضامن أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا بالتنقلات السفرية القصيرة والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل تقاتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبتكون نشيط ومتحمس وبتقوى على المصاعب تكون قادر على حسم الأمور من الآن وحتى ساعات الظهر ممكن تبدأ صفحة مهنية أو اجتماعية أو شخصية مهمة جدا أو تنطلق بموضوع بعزيم ونشاط وحماس عالي جدا أما من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولكن لا تبالغ بمصاريفك كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم طبعا اليوم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر حاول إنه من الآن وحتى ساعات ظهر إنك ما تقحم نفسك في أعمال صعبة ومعقدة لأن الجو فارغ من أي حسم أو أمل ولا تحسم أي أمر وما تكون بطل يعني ما تعرض كتافك هيك إنك بتقدر بتعندش حاول تكون لين شوي بناسبك بهذه الساعات العمل الروتيني فقط ممكن يطرق تغيير الأفضل على صحتكم من ساعات الصباح ومن ساعات الظهيرة بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطه بين الأصدقاء من الآن وحتى ساعة الظهر أهم شي إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب وحاول تنجز كل عمالك الضرورية والمهمة قبل ساعات الظهر ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب أو ترفي عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر أما من ساعات الظهر وما بعد القمر خلاص بوصل لبيت المتاعب فبتبتكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لأنها فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا عمالكم الاعتيادي وما تبادروا لأي عمل جديد وظفوا طاقتكم كرروا المحاولات السابقة صححوا أخطائكم ابحثوا عن الدعم وما تضعفوا من الآن وحتى ساعات الظهر ممكن التهر الثور لبعض الشروط أو الاعتبارات أو تعصب أو تحتد اضبط عصابك ولكن حاذر من إثارة العدوات أيضا أما من ساعات الظهر وما بعد ابتلتقوا الأصدقاء وبإمكانكوا تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق وممكن يتوجه الكدعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة ابي اطمين بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم مش إنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات يعني اللي ما نجحت بالأيام الماضية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اللي بدي يتقدم لامتحانة أو مقابلة برضو بدي يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحدود هي فترة جيدة نسبيا أفضل من الأيام الماضية ولكن برضو بدها تركيز ممكن يعني تروج لمشاريعك بنجاح بتكون اتصالاتك مع الخارج أو مع الأجانب فيها نوع من أنواع النجاح والوضوح أهم مش إنك ما تتردد في تكرار المحاولات حاول إنك يعني تبادر بشجاعة أما من ساعات الظهر وما بعد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح إنه رح يكون فيها بعض القلق والتوتر ولكن إذا التزمت بالهدوء الأمور بتمشي برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت اتجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة من الآن وحتى ساعات الظهر بتطالعك فترة شوي مربك بعض الشيء ولكن ممكن لأنه هيك ممكن يكون فيها بعض القلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أو شيء بيتعلق بمستند أو ملف أو بنك أو ضريبة أو تأمين كون متعيقد سوي بعض المشاكل احرص على توضيح أي سوء تفاهم أما من ساعات الظهر وما بعد الأجواء بتصير إيجابية كاملة فتنشغله في مسائل تتعلق بسفر أو اتصال بعيد أو علاقات مع أجانب هو برضو هاي فترة مناسبة لإجراء مقابلية أو اجتياز امتحان أو بدء عمل أو دراسة جديدة ممكن اليوم تشوف قدرتك عالي جدا عن نقاش لأنه عندك قدرة أنك تناقش أي موضوع بقوة وذكاء وأنك تتجرى على رفض أي شيء ما بناسبك أهم مش أنك ما تخشى شيء بل تق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لأخوة التجربة جديدة ومع الموليد برج الحوت ممكن يكون عندهم سفر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر